السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم على قناة كوزين فاميلي اليوم ان شاء الله سنشترك معكم وصفة سهلة وسريعة التحضير اقتصادية بمكونات بسيطة نتمنى ان شاء الله تجيبكم وتفضلوا معي باشتفوا تفاصيل الوصفة بسم الله على بركة الله اول حاجة نحتاجه له هنا هي بتاطا عندي تقريبا كيلو ونصف سنسلقه مع شوية دي الملح والماء هنا عندي في المقلاء القرعة الحمراء والبصلة القرعة الحمراء هو القرعة الاحمر او اليقطين ناخد قرعة متوسطة وحبتين بصل كيف ما شفتم معي هنا البتاطا صفي تلقات غدا نحاول ان معكها حتى تولي على شكل معجون او بيوغي ديال التاطا هنا سافي القرعة والبصلة تشحروا لنا على نار هادئة غدا هنا غدا وجد توابيل اللي غدا نسم بهم القرعة والبصلة عندي القوزة القوزة الصحراوية لتقدروا تستغنوا عليها لما توفرج عندكم وعندي نصف ملعقة صغيرة دي الفلفل الاسود اللي نقدروا نعوضوا اه ابيض عفهم قدروا نعوضوا بالفلفل الاسود هنا عندي نصف ملعقة ديال كامون نحاولوا ما نطحنوه شغير نحكوه بنيدينة او اه نحكوها كتب المهرز يعني مش نضقوه بش مين مرش لنا هنا عندي نصف ملعقة ديال كوركم عندي زنجبيل شوية ديال ملح وغدا نضيف الصحيطرة لس قدروا تعوضوها اما بالريحان اللي هو الحبق او الزعتر اللي هو الزعتر صافيك نخلط هاد المكونات ديال ديال التوابي الكاملة التوابيل غدا نضيفها هنا المقيلة ديالي من بعد ما تشحرات شحرات بدون زيت يعني على نار هادئة كان حاولو اه نضغطو عليها حتى هيح تتولي بحل 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 بيوغي هذيك الاحسن تكون معجنة يعني عاك نقاو نحركو تكت تعجلينا هذيك القرعات غير كالطيب صافيك نحركو مزيان وخاصنا انا نزيدو شوية ديال زيت الزيتون ونخليوها حتى تبرد تماما عاد غنضيفولا ان شاء الله باقي المكونات انا غنضيف القليل من الماء هاد الماء غدا نعوضو به اه الكريمة اه اللي ممكن اه تعودو به اه تقدرو يعني تطيفو الحليب في بلاست الماء او حليب اه حليب البقر او حليب اللوز او حليب اه نوازات اه مهم اي حاجة يعني سائلة باش غتبقى يعني صحية غدا انا استعملت غيء الماء ولكن لما يكون عندي حليب اللوز غالبا كنا نستعمل بزاف انا حليب اللوز بحال هاد الواصفات من بعد ما بردت بردت لي مزيان المقيلة ده بغنضيف خمسة ديال البيضات وغدا نخلط مزيان ويلا عقلتو هاد هي طريقة باش كنا كنطيبو يعني شحال هادي كنا كنطيبو بلا فرماج بلا اه يعني احتى يعني من اللي كنت انا صغيرة يالله كنت تعلم الطبخ هكدا كنا كنطيبو بلا بلا كناش كنتستعملو الفقوماش في الطبخ ديالنا يعني هو الفقوماش وصراحة ما كينش في الطبخ المغربي كين عدنا جبن وعدنا فلكن ما كندخلوش في الواصفات اهنا البطاطا كننحاول ان نزيد لها شوية ديال الفلفل الابيض وكنخلط مزيان خليع لاجنب اهنا جبت المولد هانتو بشوية ديال زيت الزيتون اليك المول ديالكم كيل السقم الاحسن ستعملو ورق ستعملو ورق الطهي سافي غدا نسرح هنا بحل العجينة يعني في بلاس العجينة ديال الكيش غدا نستعمل عجينة ديال البطاطس كنسرحها مزيان من بعد ما سرح تمجين كيفما كتشوفو معي غدا نعمر دابا بلاباغاي او الخاليط ديال البيض والقرعه هاد الوصفة هدي كجيل دي دبزة يعني وصفة مبتكرة وخفيفة صحية تجربوها تردو علي الخبار هاد الوصفة هاد نزلتها الاخوات اللي طلبوا مني وصفات سريعة التحضير وسهلة وبسيطة واقتصادية تمنى ان شاء الله يشاهدوا هاد الفيديو نغدا نزينها بشوية زرعة القرعاء اللي توفرت عندكم إلا ما كانش عندكم ماشي مشكل تقدرو تاخدوغي شوية ديال كوكو حتى هو كان حاولو يعني نحاولو يكون مهرمش واحد شوية ما يكونش طعيب وندردروه من الفوق هنا كيف ما شفتوا معايا سخنت الفرن يعني الدرجة ديال الحرارة ديالو كانت ميتين وعشرين دخلتها حتى تحمرت مزيان منظر ديالها جزوين حتى الماداق حتى هو مليك نزولوها هكدا سخونة تقدر بحلقة تحت ديالها يلسق لكم وحد شوية ولكن لا خليتوها حتى بردات تماما يعني تبردات ولا أغيتو اللي دافئة أنا دبها ديال اللي خرجها من الفرن سافي هانتو ما كي كتجي ملي كتكون سخونة وهنا من اللي شاططلية الحشوة اللي شاططلية حضرت بيا هاد اللي كيش صغير ورين اللي كنت تعملو ورق الطهي هنا طيبتهم بدون زيت إلا بغيتو تطيبهم بطريقة صحية أكتر يعني هاد الوصفات صلحت للريجيم وهنا هاد ملي كتبرد هنا وريدكم ملي كتبرد كتولي علي هاد الشكل وهادو هاد لي بتيكيش اللي كيش صغير ورين كيوليو علي هاد الشكل حتى هما منظر ديال هم كيجيزوين قدروا نقدموهم كمملحات يعني نقدموها كمقبلة ونقدروا هاد المقبلات هادو يعني هاد لي كيش قدروا نقدموها غي مع إنسالات يعني كتبقى وجباء متكاملة صحية واقتصادية ستمنى إن شاء الله تعجبكم وتجربوها وترضو علي الخبار كيف العادة إلا بغيتو تبعتو لي بالصور ديال تطبيقات ديالكم مع لكم إلا دخلوا الصفحة ديالي ديال فيسبوك كويزين فاميلي أنا مخلي لكم الروابط كلها وكذلك ممكن تتابعوني على إنستغرام غنخلي لكم إن شاء الله الرابط دياله أسفل هاد الفيديو تمنى إن شاء الله يكون هاد الفيديو نال إعجاب ديالكم وبالنسبة لأنا هنخلي لكم بعض الصور ديال الفيديو السابق تمنى إن شاء الله تمشوا تشوفوا هديك الوصفة ديال اللي مسمنا اللي جات رائعة جدا ولا جربتها ما تنسوش ترضى علي الخبار وإلى وصفة جديدة إن شاء الله أستودعكم الله الذي لا تضيع وذائعه السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة